يا حبيبي صاري أخذت كريدي من البنك وأنا مثلي مثلك ما كنت عارفة كنت مفجأة بالنسبة إلي كمان كترح خبرك فارس ما كنت رح خبرك كنت رح إلّك كنت رح أعمل كنت 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 وأنا دايماً آخر من يعلم بس أنا خبرتك على المدرسة ليه شي تعم بتسلم وكنا رح نفتحها بعد ما تولدي هيك اتفقنا بحارف هيك اتفقنا بس للقصة كمان كنت مفجأة بالنسبة إلي فارس رحت مع ساري عالمطرح كرميل نشوفه وبعدين إجا مصطفى كرميل يخدنا وما لحقت خبرك هيدا كل شي صار بعدين ما فهمت كيف تتصرف معي هيك قدام إمك كيف تقولي أنا مش رح أشتغل مش عم بفهم بدك ياني قاعد تسعة تشور بالبيت بلا ما أشتغل وعايدين عطرتك فارس سوريا فينا شي مرة ما نتخانا فاهميني شو بيصير زفهنت عليّ؟ رح تموتي؟ شو بيصير إذا أنت كمان شي مرة بتفهم عليّ عم بلّك مش رح أقل البيت وبيت اشتغل قبل ما تولدي لو لو أنا ساحتك ولو ساحت البيت خلص الموضوع لا ما خلص الموضوع مش أنت بتقرير أنت بيخلص الموضوع مش أنت بتقرير حياتك كلا كيف تتصير